موسيقى صبح الخير للكل ان شاء الله تكونوا كتار نضميتوا لانا اليوم 11 نيسان 2014 متل ما بتعفو الربيع نحنا صرنا هلا بقلب الربيع والصيفية كمانا قربت الصفية على البواب اكتار من الاشخاص عم يحاولوا قدما فيهم يزرعوا البسمة والبهجة والفرح للكبار والصغار ومنهم اشخاص حابوا يعملوا مهرجين نهار الاحد بشارع مأدسة للكل ينضم لقالهم ان كنتوا صغار وان كنتوا كبار متل ما عم بقلكون لانه رح يكون فيه نشاطات عديدة ومنوعة نهار الاحد 13 نيسان 2014 متل ما عم تشوفوا بالفلاير اللي موجودة مهرجين الربيع معنا احلى سبرينج فاستيفل رح يكون بيتضمن كارفري زون والعاب للولاد الصغار فيه كمانا مواضيع او نشاطات اجتماعية بالاضافة لأورغانيك ماركت ورح يكون فيه جواز والعاب كتير نضموا كونوا كتار ان كنتوا صغار او ان كنتوا كمانا كبار بترابلوس كمان بمدينة ترابلوس فيه مهرجين وفيستيفال كبير فيستيفال بتقوم فيه مدرسة تروضة الفيحاء كمانا الكبار وصغار رح يكونوا بكرة وبعد بكرة ثبتوا احد كونوا كتار لانه كمانا ترابلوس تنبست فيكن وحلو تضحك وتضحكوا معا وتعيشوا السلام ومحبة كلكم مع بعض متل ما بتعرفوا كمان اليوم عنا حملة من قوم فيها صارنا فترة مبلشين ولا مدة شهر بتعون مع الصليب الاحمر اللبنانيك اليوم شبابي من الصليب الاحمر بيقدمو لكن متل تبس صغار اذا صارت حادثة او حوادث طارقة معكم اليوم موضوع عم بيضمن الاختناء عند الرضيع ومتل مبرحة كان اختناء عند الكبار ام اليوم رح نتطرق لهيدا الموضوع لكل يلي صار عندهم هيك مشكال بيض نحضر سوا بهذا الكب رح نحكي اليوم عن الاختناء عند الولد والرضيع الولد هو الجيل اللي عمره بين سنة والثمانة سنين في حال الاختناء عند الولد يعني بطل قادر يحكي او يسعل او يتنفس لازم نتدخل بشكل سريع من خلال خمس ضربات على الظهر بين الرفشين بكعب اليد وبقوة اذا ما كانوا الضربات فعالين لازم نعمل ضغط على المعدة بنص البطن لجوة ولفوق وبلا ما نكون عم نكبس على الاضلع اما الاختناء عند الرضيع هو الرضيع هو يلي عمره اقل من سنة تنعرف انه الرضيع عنده انسيدات كامل بكون ما انه قادر يتنفس او يبكي وبيبين ازرقاء عند الشفاف كيف منتصرف بهالحالة؟ لازم نحمل الرضيع على ايدنا راسه لتحد مع دعم الرأس والرقبة من بعدها منضرب خمس مرات بين الرفشين بكعب اليد وبقوة من بعدن رح نبرم المريض ومنضغط بواسطة اسبعين بواسط الصدر منعيد هالطريقة ليرجع الرضيع يبكي او يتنفس ما تنسوا بحال الاختناء عند الرضيع لازم دغري نعمل خمس ضربة على الظهر بين الرفشين من بعدها خمس ضغطات على نص الصدر ونتصل بشكل سريع بالصليب الاحمر على المية واربعين ومن نصيحة اليوم لسؤال اليوم اللي رح اسأله واطرحه على الشيف شادي بوجو شيف بونجور كيفك شو لعب اتعاب وهيك ايه ما عندن ولا حالة الصليب الاحمر لجيبوا الصوت بسرعة صباحكم بالخير اشتقتلكم صباح النور سرع رايح صوتي شوية هلع بعض شوية صغير سليمتك انشاء الله مش مريض بس لا ابدا حكي كتير مبارحة مصرخ كتير معنا صوتك ابدا قاعد لوحدة انا والمرية مبارحة اعم تحكي معا ننخفف حكي مع المرية السؤال اليوم هو انه اكيد الصيفية اجيت وكل العالم تبلش تحط براسة وترسم براسة نشاطات فيه اشخاص بيحبوا يسافروا بره وفيه اشخاص بيحبوا يبلشوا بنشاطات بقلب لبنان انت من الاشخاص اللي عابلك تسافر او حاطت براسك بلون لانك تسافر ولا عابلك تعمل نشاطات لبنان انا حاطت بلون انه اليوم بعد الدور رح اطلع على ضيعة الابايات عند اهلي مش ينشعن نسواوي نعاد على الجميع بالصحة والعافية اكيد لكن مش عم نقدر اعتقد مش انا لوحدة كتار من لبنانيين مش عم نقدر نخطط تنعمل فيكيشن برات لبنان بي بزيتيف بي بزيتيف بي بزيتيف لا انتبه انا ام بوزيتيف لانه كل واحد مننا عم يشتغل عم يشتغل شغلتين ثلاثة فعم تكون عم تكون كمرة بالسنة عم تكون مرة كل سنتين يعني ما في انه كل عيد واحد يقدر شيء حتى لو رحنا على منطقة مش كل يوم مروح على ما نحنا اليوم اذا منروح انتبه اذا منروح على جونة جونة نحنا منسافر كمان انا بروح عند اهلي بحس حالي مسافرة ساعة ونصف بالطريق عكل حال رح نرجع لك بعد شوي شاف رح نكون هلأ طبعا ببريف سريع لنشوف شو تضمن الحلقة لليوم بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن اخر اخبار الموضة مع هادية بيع الموضة خفيف مضيف مع كارلا بعدنا مع نجمة تغذية هالأسبوع والخضار الورائية وأنواعها وبخصوص الجمال مع جين حلقة خاصة لمرضى السرطان ليحافظوا عجمالهم صعوبة اتخاذ قرار الارتباط موضوع مايا ببيت بيوت ضيفتنا بتعرفنا على اجدد نشاطات الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم ورشة ملح مع الشفشادي على فتة الخضار المقلية مع اللبن بلاشوا تبعاتونا الكومنت بس مش هلأ رح نجمعهم شوي بعدين بعد بركة كارمن والأبراج من شرق نبلش نقرأ كومنت ستبعوا لكم هلأ خنا نشوف حزوزنا شو بتضمها لليوم صبحكم بالخير اليوم الجمعة 21 نيسان أبريل الأمر صار موجود ببرش ترابي ببرش العذراء اليوم وبكرة الأجواء مفروض تكون صارت أفضل للابراج ترابي موالية برش العذراء الثور وأيضا لموالية برش الشديد فكيف رح بيكون النهار لكل الأبراج خلونا نبدأ مع أول برش برش الحمل بنسبة لألك مولو برش الحمل بطلت الأمور سهلة كتير أو مسهلة كتير مثل مبارح وأول مبارح اليوم مطلوب منك تفرجي شطارة ومهارة وتعطي نتيجة واحتمال أنك تتعب اليوم وبكرة بسبب كثرة الشغل أو يمكن بسبب كثرة التركيز وبيبقى المولود الأكثر تعبا 2-3 و4 نيسان أبريل بننتقل لبرش الثور صار أحسن شوي الجو عند مولود برش الثور صار فيه مين يسيره صار فيه جو ألطف صار فيه إمكانية للمصالحة وصار فيه إمكانية أنك تتحرك بإيجابية لكن أظل خلي عينيك مفتحين وأيضا انتبه لبعض الأشخاص اللي معقولة بكلامهم المعصول يحاولوا يخدعوك وبيعتبر المولود الأكثر حظا حاليا 2-3 و4 يار معيو بننتقل لبرش الشوساء مولود برش الشوساء يمكن بها 3 يام اللي مرأو حصت كتير صار فيه كتير حركة وطالع بيلك هلأ ترتاح تقعد بالمكتب ما بقى تزور حدا أو تقعد بالبيت حان الوقت لحتى تستريح شوي ولحتى تشتغل بإطار شوي صغير يمكن لحتى تستجمع طاقة وحتى ترجع تستجمع أوتك احتمال أيضا تشعر ببعض القلق وبعض النوستلجي والحنين إلى الماضي وبعتبر المولود الأكثر حظا 7-8 و9 زيران يونيو منكمل مع برش السرطان مولو برش السرطان نهار فيه كتير كتير عجقة نهار عاجئ مهنيا ودراسيا واجتماعيا نهار ما بتهدى فيه في عدة نشاطات انت فيك تقرر كيف بدك تقصم نهار كيف بدك تنسق واج بيتك لحتى ما يصير فيه تدخل بين بعضا أو تزامن الأجواء جيدة جدا لانك تتمتع بسرعة الخاطر وسرعة التصرف والأكثر حظا 4-5 و6 تموز يوليو منكمل مع برش الأسد مولو برش الأسد الظروف بالنسبة لك بعدها إيجابية بعد النظرة العامة أو الجو العام بعدها إيجابية مع احتمال أنك تكون فرحان تفرح بتقدم بتطور أو يمكن حتى بحل بنسبك الأجواء جيدة فما تعتلهم أبدا خاصة إذا كنت من مواليد 5 و6 أب أغسطس ننتقل لبرش العذراء مولو برش العذراء الأمر ببرشك وحان الوقت لمولو برش العذراء أنه ينتقل إلى المرحلة التانية أو التالية وبالتالي بين اليوم وبكرة مطلوب من مولو برش العذراء أنه يحسم أمره حان الوقت ليودع أو يطوي صفحة من حياته أو من الماضي القريب أو البعيد ويستقبل شيء جديد ما بقى فيك تقول أنه الحظ مش عندك بالعكس تماما حان الوقت لحتى تاخد قرارك ويمكن تسمع جواب بهاليومين والأكثر حظا رح بيكون 5 و6 أيلول سبتمبر ننتقل لبرش الميزين من أسوأ الأيام عند مولو برش الميزين عم نحكي فلاكيا اليوم وبكرة وحتى بعد بكرة صباحا الجو اليوم بخيب الأمل أخبار منها الأبداية سارة فمن المستحسن مولو برش الميزين أنه مدق الباب أبدا لأنه اليوم ما بدنا نسمع جواب بدنا نأجل أي جواب بدنا إيه بدنا ننطر للأحد المساء أو للتنين أو التلاتة لحتى ما تحس بخيبة أمل أو تفشل إذن كن حذر اليوم وبكرة من قطيعة من زعلة أو من تراجع وخاصة إذا كنت من موليد 9 إلى 18 أكتوبر 2021 بنكمل مع برش العقرب مولو برش العقرب نهارك اليوم أنشط أحلى أجمل بكافأك أكثر من اليومين الثلاثين اللي مرأوا اليوم في صديق في قريب في شخص حتى غريب أو طرف معين مش تعد يساعدك أو حتى بيتفهمك إذن اليوم نهار جيد جدا لحتى تحط إيدك بإيد الآخرين ما تشتغل لحالك وإلا ما رح يزبط الشغل وبعتبر المولود الأوفر حظا 4 إلى 6 نوفمبر 20 التاني منكمل مع برش القوس مولو برش القوس فينا نقول أنه انتهى وقت اللهو واللعب حان الوقت لحتى فعلا تحط عقلك براسك وتشتغل ليه؟ لأنه اليوم صحيح فيه تعب صحيح فيه مسئوليات صحيح فيه شغل لكن الجو العام مشمس ومشرق وفيه حظ وبالتالي عملك اليوم ناجح تماما فما تخاف وما تنقز وبعتبر المولود الأكثر حظا 5 إلى 10 كانون الأول ديسمبر منكمل مع برش الجدي اتعبت مولود برش الجدي بهالشهر بهالكم يوم اللي مرأوا من هالشهر وخاصة بهال 4 أو 5 أيام اللي مرأوا اليوم فيه انقشاع بسيط لكن هالانقشاع بيخليك فعلا تاخد أمل وتشحن ذاتك بطاقة إيجابية احتمال تسافر ترجع من سفر أو تفكر بحل بيساعدك أنت شخصيا أو بيساعد العائلة أجواء حلوة يستفيد منها بقدر المستطاع وبعتبر المولود الأنشط اليوم هو مولود كانون الأول ديسمبر منتقل لبرش الدلو صحيح أخطاء اليومين اللي مرأوا ياللي صار فيهم قطيعة أو جفة أو ياللي يمكن أخطأت فيهم يعني ارتكبت فيهم شي غلطة وندمين عليها حاول اليوم تصححها اتصل اعتذر اتراجع فسر وضح اليوم النهار مناسب لحتى تلاحق معاملات وأوراق شخصيا وبعتبر الأنشط خمسة لثمانية شباط فبراير وصلنا لبرش الحوت مولود برش الحوت ما بينيسبك أبدا تتفلسف كتير أو تفرض رأيك لأنه اليوم فيه أشخاص بدون يعاكسوك فيه أشخاص اليوم منون كتير راضين عن رأيك أو موقفك وبالتالي حتى لو موقفك بيرفكت وعامل شغلك بيرفكت اليوم فيه أشخاص ما رح يعجبهم هالشي وبالتالي تركهم يحكوا خلي الابتسام يعوجك وانطور لنهار الأحد المساء أو الثانين أو الثالثة لحتى وأحسن إذا بتنطر أكتر للأربعة والخميس لحتى توصل أو توصل لحقك إذن اليوم طرية شوي بننهي مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هايدي سنة حلوة لكن سنة فيها شغلة كتير فيها عمل فيها مسؤوليات صحية ومهنية واجتماعية في عمول حساباتك نيسان أبريل أب أغسطس وديسمبر هايدي أفضل الأشهر هايدي كانت الأبراج لليوم اتمنى لكم نهار حلو إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي يعني إذا عالصباح بقرأ هايك كومنت مع أشخاص كتير لذيذين وبيعطوك هايك كتير بوزيتف نس مثل نادر مثلا بيقلي بجي لبنين سبيسيال ما عشان خاطر عيونيك انت سوبرستار اليوم عروسها يا رولا مارسي 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 وكمانا قال لولا يسبك مصري بتقول انت وين رايح عم تسألني أنا وين معقول روح أنا وين في بحر خضونة يعني ما بفكر مرتين إذا بقدر سافر أكيد بروح على محل يكون بحر بركة أوبروس يونان بعلي ما بتفرق في إيلان بتقول مجور الله أحلى صباح المشكلة إذا سفرنا ما في فين أنا حضاريك لأ اليوم انتو كتير مهضومين يعني إذا هيك ستيل مش طالع اليوم من عالم الصباح بقية هولا بكرة عكل حال رح أرجع كفة الكومنت ستبعو لكن بعد شوي بس خلنا نتوقف مع أول بريك ومن بعدها تنضم لألنا هادية بعلمودة والبويش لوك اشتركوا في القناة